السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصطفى من قرات مستر بمتك واخيرا وصلنا الالف مشترك. اخيرا حقان الهدف اللي احنا كنا بيمشي وراء من ساعة مبدأنا بقناة قريبا. وصلنا اخيرا لالف مشتركة. وانا بشكرك كل الناس اللي دعمتني طيبا كل الناس دي. الناس دي. ايوه انا لعمل زوم هنا. الناس دي. الناس دي كلها. بشكل كل الناس اللي دعمتني في القناة دي. دي الصراحة. الناس thetabic معي جدا. والناس اللي كانوا بتقول لي شكرا وенкоبل بمشاهدة. دي الناس كlife بتساعدني وبتتفرحني جدا. فمشكل كل الناس دي. وبشكل اللي الاستخدام الاستفاكيات اللي انا تشراحتها. واللي قالوا عليها انها كويسة واللي انا وحشة واللي انا بتشتغلش واللي بتشتغل كل الناس ده انا باشكرها. مهما كان اللي بيحصل مهما كان اللي بتكلم احنا كلنا يا اخوات في بعض يا جماعة عادي جدا. وكل ده ممكن يصل في اي قناة عادي. واي حد كان بيشتم واي حد كان بيتكلم عادي خالص ولا اي حاجة. ممزد علام من اي حد. انا مسالح اي حد في اي حاجة. انا اساعد الناس. مش اكتر من كده ولا اقل. فاتمنى بس ما حدش يكون زعلان مني في اي حاجة وياريت لو حد زعلان مني في اي حاجة يقول لي في كومنت او يخوش على صفحة فيسبوك ويقول لها زعلان منك كذا كذا كذا. وساعتها هنرد عليهم بشارة وهكلمه على طول وهنشوف اه الموضوع ونحلوه مع بعض بازن الله. وقبل منبدأ في موضوع الحلقة هل نروح من انترنت حلال ولا حرام? فاحنا هنتكلم عن بعض الحاجات بس والتغييرات اللي عايزين بنعملها. اولا في حلقة الاتنين. هل عايزين نرجع حلقة الاتنين? لو حلقة الاندرويد دي نبدأ نشرح فيها تطبيقات اندرويد وحاجات تانية حلوة الاندرويد ولا نلغيها خالص? وهل عايزين حلقات اكتر في الاسبوع ولا لا انا مسلا في الاسبوع اللي فاتت تريما عملت خمس حلقات او اربع حلقات. وفي اسبوع بعمل خمسة. في اسبوع بعمل تلاتة. يعني انتو قولوا عدد معين بس من الحلقات اللي انتو عايزونها عشان ابدأ اه ازبط يعني معادي. فانتو يعني يقولولي عدد حلقات معينة بس قادر اعملها في الاسبوع وفي حاجة كمان بس عايز اقولها. فعذروني يا جماعة بس لو الايام الجاية ما نزلتش حلقات كتير يعني مسلا ممكن نزل حلقتين في الاسبوع في الفترة اللي جاية لانه عندي متحانات قريبة جدا يعني قريب جدا لابقى عندي متحانات في المدرسة والموضوع صعب جدا بالنسبة لي ان اصلا امتجهت اليوتيوب شوط الكبير وسبت المذاكرة لفترة فالموضوع بقى صعب جدا بالنسبة لي فان شاء الله حاول اذاكر الفترة الجاية يعني حاول اذاكر بشكل كويس يعني اكتر من اللازم. نحس ان انا اعدي السنة دي. وعد كنت تجي ان شاء الله في الاجازة تبقى خمس حلقات في الاسبوع او ممكن ست حلقات في الاسبوع. ممكن سبعة كمان في الاسبوع. وان شاء الله لكم جبت الكاميرا ويعني زبطت الدنيا شوية. تمام فاتمان بس ما تزعلوش مني لو لقيتو في فترة بطلت انزل حلقات. تاني مرة بشكركم على الالف مشترك يعني فعلا الناس دي كلها والله العظم يعني ليهم مكانة كبيرة جدا في قلبي. يعني شكرا جدا لكل الناس اللي بيعملوا سبسكرايب القناة وبيعملوا لايك الفيديوهات وبيعملوا برضو وبيعملوا اللي هو وبيعملوا كومنتات وكده. هالفكرة حاب برضو اتكلم في الوقت معينة ان ده بفرقش كتير لان ده كل حاجة بيودي الفيديو بتاعي في للناس. حتى لو عملت ديسلايك او لايك. فاللابنين بيودي الفيديو حتى لو دخلتوا في كومنت وشيلتوا قصد دخلتوا في كومنت وشتمت او حاجة. او يعني قلت سلبي او ايجابي فكل ده برضو بيودي الفيديو بتاع او بيعليه في نتائج البحث. غير كده ما بيجدرنيش في اي حاجة ده بالعكس ده بيفيدني جدا. تمام? لايك والدسلايك كمان بيفيدوني. ما تقلوش اعمل الكلام ده. هو ده كله بس بيشكك الناس من دقيقة القناة. بس اللي هو الايك والدسلايك والكومنتات السلبية. بس غير كده لأ. تمام? اما اللي بيقل المشاهدات او اي حاجة بالعكس ده بيزودها بشكل كبير جدا. تمام? فاتمنى لو في اي مشكلة بيني وبيني اي حد ماهما كان لي ريس يخش يكلمني يقول لي مشكلة كده كده كده. وساعتها نبدل نحلها مع بعض. اما انا اصلا مش انسان عدواني يعني ولا نحفز على حد مني خالص. تمام? فيعنى ياريت لو اي حد زعلان مرة تانية ياريت يخش يكلمني ويقول لي هو زعلان سبب ايه بالضبط وانا ان شاء الله نحل المشكلة دي مع بعض. تمام? ونخش في كلام النهاردة والله هنتكلم عليه اللي هو هل الربح من الاستراتيجيات اللي بحمن الانترنت بالزات للتلاتة الاستراتيجيات الاخرى اللي انا شرحتهم ده هو هل الربح من هو بحلال ولا حرام? فده موضوع حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم عنها. فانت سألت نفسك وقال هل الربح من الانترنت عموما حلال ولا حرام? انا بقول لك اهو وحاجة اللي متأكد بنا الربح من الانترنت حلال مية في المية. ليه? لانك بتبزي المجهود وبتاخد مقابل. بتبزي المجهود وبتاخد مقابل. ده حلال مباشرة وما فيهوش اي خلاف. تمام? زا ايد ان الفلوس اللي بتجي لك المواقع هي اللي بتتفعها لك. فدي حاجة يعني حاجة المواقع اللي بتتفعها لك. يعني الراجل مسعب حاجة في الفلوس. تمام? فده حلال مباشرة ده حلال مية في مية. طيب هل بقى الربح من استراتيجيات اللي حمل ان اتعملت حلال ولا حرام? حرام طبعا. حرام ليه يا عمو? احنا عمل للمواقع ايه? انت طبعا حرام وفلوسكو كلها حرام. طب بزي برأس يا عمو انا عشرح لك الموضوع كله ببساطة. الموضوع يعام وفهمني كده ببساطة. اولا مسلا انا الوقتي دخلت على شركة اسمها بوبستايت. طبعا كلنا شارعوا عن فين الشركة. اه ده الرابط اللي احنا يكسب منه فلوس. تمام? ده الرابط اهو. طيب في البداية كده انت كمستخدم بتاعي استراتيجية. كل تخش يوميا عشان تعرف احصائياتك. تمام? ده غير انه في حاجة زكية جدا ما وقع دعم لها. ده الرابط اللي بتلاح بنكسب منه الفلوس اللي هو بتاع اللي احنا بنحمله. تمام? الرابط ده الدومين بتاعه ايه? بوبستايت دوت نت. يعني انت ما بتخش على رابط ده اوان بيعمل لك تعالي الاعلان. طب حلو. انت تفكرتش يعني اللاحزة كده. هو ليه? بيحط لك رابط بعد كده بيحول لك لاعلان. بدومين تاني خالص? انا بتخش على الاعلان ده. بتقلل ترتيب بشكل كبير جدا. الخاص بيه? طب ده هيفيده ايه? ده قصة تانية خالص بقى. ده قصة تانية خالص خالص يعني. ده هيفيده ايه? ده هيفيده ان هيجيله معلنين بفلوس اعلى. تمام? هيجيله معلنين بفلوس اعلى. والمعلنين دول هيتفعله فلوس عشان يحط اعلانتهم في المواقع بتاعه. كل مواقعه يقل في ترتيب الكسا كل مواقع يتشهر اكتر كل ما الموالنين هيجيله اكتر بفلوس اعلى. حلو. ده غير طبعا لمواقع بتاعه هيبدأ يزيد بشكل كبير جدا 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 في الاسواق وكده للمواقع بتاعه هيزيد بشكل كبير جدا. ده حاجة طب ده حاجة احنا اتكلمنا فيها. طيب هم كده كده هيكسب الحمدد دي حتى لو انت بتستبدأ المواقع ده بشكل صوتك وبشكل عادي هو كده كده هيكسب المواود ده. ولو انه يعني مش هيوصل المكاسب اللي هيكسبها من الاستراتيجيات ولكن هنعتبر انه بيكسب موضوع ده. طيب هنتكلم بحاجة نيه? لما احنا بنرسله زوار فريدين من الولايات المتحدة الامريكية عن طريق برنامج بوفن او حتى لو مش فريدين عن طريق انت هنا بترسله زائر حقيقي. زائر حقيقي. يعني انت التليفون اهو بيشوف الاعلان برحته. يعني انت التليفون بيشوف الاعلان. يعني لكن واحد حقيقي قاعد مش اهو بيش اهو بيشوف الاعلان لكنك واحد قاعد على التليفون حقيقي بيشوف الاعلان من ايو بي مختلف في الولايات المتحدة الامريكية. يعني الموضوع كله جاي بهمه والموضوع كله تمام وايه? الموكا بياخد منك فلوس اكتر من انت بتاخد الفلوس دي مليون مرة. انا اه حاس ان انا مش رحتاش كويس. فانا هعيدها لك مرة تانية. هنعيدك تانية. زي ما قلنا. احنا مسلا بنرسل لهم الف زائر حقيقي. احنا بنكسب منهم يوميا عشر دولار. بنرسل لهم الف زائر حقيقي. تمام? الالف زائر دول. هما اولا بياخدوا مننا احنا من نسبة الاعلانات بياخدوا اربعة دولار. تمام? بياخدوا اربعة دولار. يعني احنا هما اخدوا اربعة واحنا اخدنا ستة دولار. تمام? وحنا بنرسل لهم الف زائر حقيقي. الالف زائر دوا بيشوفوا الاعلان. هما كلا بياخدوا نسبة من الشركة نفسها يعني. كمان هما بياخدوا نسبة من الشركة نفسها اللي عامل الاعلان. بياخدوا نسبة من الفلوس. يعني كل ده وهم بيستفيدوا مننا اكتر محرم بيستفيد منهم مليون مرة. فمحدش يجي يقول لي ان الاستراتيجيات دي حرام او حلال. وفي كومنت عجيب قوي اا واحد قال لي عليه. اللي هو. يا اخي حط نفسك مكان صاحب الموقع. تردأ ان احد يتحيل عليك بالشكل ده? بصراحة انا اا مش عارف اقول لك ايه. انا لو صاحب موقع زي الموقع دي يعني كتيرتي ترتيب عندي بالشكل ده. وبيجي لي مولينين بالشكل ده. هقول لصحاب الاستراتيجيات اعملوا استراتيجيات اكتر عشان يجي لي الناس اكتر عشان اخد فلوس اكتر من الشركات. وقال لولي ترتيب احنا بنفيدهم اكتر ما همستفيد منهم. اتمنى يا جماعة يكون بس اا ما اصرتش معاكم في اي حاجة في الفيديو ده. انا تاني وراء باشكر ان كل الناس اللي عميتلي لايك على الفيديوهات اللي فاتت للقناة عشان نوصل لالف مشترك. الحمد لله باشكر ربنا اول حاجة بعد كال باشكركم. اكيد لكل الناس اا يعني اتمنى ما يكونش اصرت مع اي حد في اي حاجة. هتمنى ما يكونش اصرت في اي استفسار. للناس كلمتني في اي استفسار. اتمنى ما يكونش اصرت معاكم. كان معكم مصطوف ونقاط مستبومتك. الفيديو العربك لايك الفيديو وياريت تعمل سبسكريب القناة عشان نوصل لعالفين. مشترك ان شاء الله ورأي. كان معكم مصطوف ونقاط مستبومتك مرة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.